السلام عليكم سيارات تويوتا الجديدة بشكل عام تجد انه لغة التصميم تبعهم يعني لغة حادة لغة جميلة ويعني حتى هذي البريوس يعني شكلها مش بريوس بصراحة يعني شكلها سيارة رياضية اكثر مما انها سيارة اقتصادية وعملية فهذا الشي اشي كثير جذاب واشي كثير كثير ممتاز فانا بدأ احكي لكم شوي عن التصميم وعن الماتور وعن القوة وعن الابتصاد تبع هذه السيارة فخلينا لا تنسوا الاشتراك وابقوا معنا حتى تشوفوا السيارة كما وعدكم اول نظرة لسيارة تويوتا بريس طيب شباب اول شي خلينا نطلع على المواصفات بشكل سريع هذه السيارة اوطى من الموديل السابق وشكلها رياضي اكثر وطبعا اعرض وعجالها اكبر وحتى الويل بيس يعني المسافة بين العجال الامامية والخلفية جاي مسافة اطول فكل هذه الامور بتأدي الى يعني القيادة تبعتها هي امتن فعلا بتحس انه سواقتها كأنها سيارة اكبر مش كأنها سيارة صغيرة فهذا اشي كثير كثير مهم طبعا عادة عن هيك لغة التصميم برضو يعني تويوتا فعلا عملت تصميم بريوس رياضي هذا اخر شي كنت اتخيله بحياتي صراحة وانا يعني عشاني ما كنت اتخيل هيك ظلمت الشركة لانه فعلا هذا تصميم جميل جميل جدا وشوف الديزاين من وراء يعني اول شي يعني الخلفية هون تبعت السيارة لذواو هاي تصميم الضوء كثير كثير حلو وشوف كيف ساحب لتحت شوي وبنفس الوقت الضوء اللي هو خط مستقيم على طول الواجهة الخلفية اشي كثير كثير جذاب ومع الاضاءة يعني بتبين سيارة يعني فخمة ورياضية بنفس الوقت فهذه كلها يعني لمسات بسيطة ولكن فعلا عملت فرق بين السماء والارض يعني اللي كان ما يحب البريوس يعني لمسات شوف حتى الايد الباب بتفتح على الجنب مثل السيارة التيوتا سي اتش ار برضو لمسات يعني بسيطة وتدقيق على الشغلات البسيطة بشكل كبير كبير من شركة تيوتا قمة الاحترام لهم فعلا هيك اللي بده يصمم سيارة يصممها بهذا الشكل اخيرا تيوتا بريوس ما عادت سيارة مملئ ما عادت حتى انها ما عادت سيارة بطيئة لانه صراحة الموديل السابق كان بعاني من نقص القوة من نقص الطاقة شوف هذا الموديل بلاجن يعني بتشبك البطارية البطارية تبعتها هاي اكبر 13 كيلو وات وتعطيك رينج 50 بالمية اكثر يعني لو بدك تحسبها يعني السيارة هاي بتمشي على الكهرباء بس لحالها الكهرباء لحالها بتمشي تقريبا 70 او 80 كيلو بدون ما اصلا تبلش تصرف بنزين شايف بعدين بعد هيك بصير مصروفها 57 مايل للقلن البنزين يعني برضو مصروف اعلى من البريوس السابقة بمايل واحد يعني اعلى من مصروف البريوس الماضي باثنين كيلو تقريبا شايف فسبحان الله المصروفها فوق منه صار اخف بنفس الوقت قوتها صارت اكثر بمية حصان عزمها وقوتها فهذا فرق كبير كبير واشي كثير ممتاز وكثير مرتب خاصة ان الموديل السابق كان بعاني من نقص القوة طبعا شوفوا لما تدخل جوه عندك شاشتين رئيسيات واحدة بالنص عشان تتحكم في الشغلات الرئيسية بالسيارة مثل المكيف المسجل الشغلات هاي وواحدة قدامك قدام الشوفير طبعا الثنتين سهل قرائتهم حتى المراي جوه البريوس المراي ديجيتل على فكرة بتشتغل على الكاميرا وعندك السقف بانوراما شي كثير كثير فخم والجودة من الداخل ومن الخارج ارتفعت بشكل عام في جميع موديلات سيارات تويوتا ولكن هذه انا بعدها من اهم السيارات التي تم تصنيعها في هذا العام لانها حقيقة هذا هو المستقبل المستقبل السيارات القريب هو بنظري مش كهرباء كامل هو هايبرد وبلغين هايبرد برضو احسن واحسن يعني سيارة مثل هيك على تنك بنزين واحد بتمشيك تقريبا 1200 كيلو 1000 ل 1200 كيلو هذا اشي مش بسيط وبنفس الوقت تنكها صغير يعني مصروفها كثير كثير ممتاز وبنفس الوقت لو كانت مشويرك بسيطة في المدينة مش اصلا ممكن ما تضطر اصلا انك تعدي بنزين لانه راح تقضيها على الكهرباء وقلوا ليش رأيكم في السيارة يعني يا شباب اذا عجبتكم هذه السيارة اضغط لايك ولا تنسوا الاشتراك حتى يصلك كل جديد في اخبار السيارات الجديدة كليا مثل هذه السيارة وغيرها وللمرة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله